هلو ايبري بادي ها واريو اهلا وسهلا فيكم بقناتي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد اللي حابب يقتني الفيديوهات فيه تواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف معكم انا دعا الديبو لاتس جو يونيت تو الدرس الثاني بارت وان استمع واقرأ سوف اقرأ لكم الجزء الاول من الدرس من اليسار الى اليمين بيل يسأل جيل هاو ميني بناناز او دير ان يور باسكت والجواب دير او ثري اذا بيل يسأل جيل كم عدد الموزات في سلتك والجواب هناك ثلاثة اما اللوحة الثانية جيل هنا تسأل بيل هاو ميني بناناز او دير ان يور باسكت وكم عددو الموزات في سلتك دير او دو هناك اثنتان اللوحة الثالثة والاخيرة لدينا خمس موزات نحن لدينا خمس موزات لحونا نعد الموز الان في سلتك بالوجل هل هناك فعلا خمس موزات احسنتم والان وصلنا الى جزء الثاني من الدرس الثاني بارتو اسك اند انصر اسأل واجب ماذا تسأل صديقتنا تقول والجوال وانا اقرأ من اليسار الى اليمين هل فراش جيل اصفر اللون والجواب والان في اسفل الصورة لدينا ايضا اصدقاؤنا يسألون مرة ثانية ماذا كان السؤال هل كتابها اخضر والجواب كلا ليس كذلك انه احمر وبمناسبة نستطيع ان نتذكر الالوان ماذا يوجد لدينا من الوان تعالوا نتذكر سوية هناك في هذه اللوحة اللون الاصفر اصفر يلو ازرق بلو اخضر جرين احمر ريد بني براون احسنتم يا صف الفاني احسنتم باعت ثري الجزء الثالث بلاي بلاي يلعب اقرأ الان من اليسار الى اليمين what's your name حسين ما اسمك حسين اللوحة الثانية how old are you كم عمرك i am eight انا في الثامنة اللوحة الثالثة where do you love اين تعيش i love in damascus اعيش في دمشق what's your name وما اسمك انت علي وهنا لدينا بطاقة تعارف name الاسم رامي age العمر eight ثمان سنوات المسكن home همس هو يسكن في حمس لكن ما زعم بطاقتكم التعارف what's your name how old are you where do you live وهي اسئلة عليكم ان تجيبوا عنها part four listen read unnotch لدينا اليوم الحرف e e اسمه e e e هذا هو لفظه اوكي pen ten read pen ten read معاني الكلمات التي وردت في الدرس الثاني ولدينا من اليسار اليمين الكلمة الاولى how many كم عدد how many كم عدد وهي كلمة تستخدم للسؤال عن عدد الاشياء الكلمة الثانية r وهي من افعال الكون وتستخدم مع الجمع r يكون الكلمة الثالثة there هناك there هناك in في basket سلة your basket سلتك your basket سلتك بنانا موزة we نحن we نحن وهي من الضمائر الشخصية have لدي او لدينا ننتقل الان الى الجدول الثاني باللون الاصفر و لدينا كلمة كلمة كتاب book كتاب her book كتابها name اسم your name اسمك what ماذا او ما live يعيش how old كم عمر وهي كلمة تستخدم للسؤال عن العمر age عمر how many كم عدد وهي عدد استفهام نستخدمها مع السؤال للسؤال عن شيء او عن عدد شيء محدد او معين مثلا نقول how many فراغ are there in your basket كم عدد كذا وكذا في سلتك كم عدد نسأل عن العدد ملاحظة ما نستخدم بعد كلمة الاستفهام how many اسم جمع طيب طالما انا نستخدم بعد how many اسم جمع ماذا اقول how many bananas are there in your basket طيب كيف احول كلمة من مفرد الى جمع باضافة اس الجمع يعني بنانا وهي موزة واحدة تصبح بناناز موز يعني جمع اوكي لجرامر لدينا اضمار الشخصية personal pronouns وافعال الكون verb to be اوكي اه الضمار الشخصية اي انا هي هو شي هي ات هو هي لغير العاقل يو انت او انت او انتم ونحن ذيهم او هن اما الverb to be افعال الكون فهي am is و are كيف اوزع افعال الكون على ضمار الشخصية اي am اقول i am he is she is it is you are we are they are اوكي وصلنا الى اليونت 2 ولكن في كتاب النشاط هذه المرة جزء الاول من الاسئلة part 1 لدينا trace on match trace on match اي يجب علينا ان نقوم بتعليم الكلمات والاحرف او الارقام بالقلم الرصاص ومن ثم نقوم بوصلها match يصل match يصل ومن ثم وصل الكلمات بالارقام وصلنا الان الى جزء الثاني من الدرس الثاني في كتاب النشاط count and write count and write اي عد واكتب count يعد write يكتب اذا كل ما علينا فعله هو ان نقوم بعد الاشياء الموجودة لدينا ومن ثم وضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب لدينا في الاطار الازرق وسوف اقرأ من اليسار الى اليمين two two three four five two وتعني اثنان three ثلاثة four اربعة five خمسة دعونا نعد الان الموجود في السلة الاولى how many bananas are there how many bananas are there كم عدد الموزات هناك there are دعونا نعد count with me count with me عد معي one two three four five there are five bananas احسنتم there are five bananas هناك خمس موزات اذا الان ننتقل الى السلة الثانية how many apples are there كم عدد التفاحات كم عدد التفاحات how many apples are there دعونا نعد count with me عد معي one two three one two three احسنتم there are three apples there are three apples اذا سوف اضع كلمة three في الفراغ الثاني ثم ننتقل الى الصحن كم حدد البسكوتات how many biscuits are there how many biscuits are there there are دعونا نعد عد معي count with me count with me one two three four one two three four احسنتم there are four biscuits there are four biscuits اذا علينا نضع كلمة four في الفراغ الثالث ثم ننتقل الى الصحن الاخير how many tomatoes are there how many tomatoes are there there are دعونا نعد count with me one two one two there are two tomatoes there are two tomatoes اذا نضع كلمة two في الفراغ الاخير احسنتم يا صف الثاني اما part three read on color اقرأ ولون اقرأ ولون لدينا ميزلة جميلة طبعا وبالمناسبة ميزلة تعني umbrella an umbrella نعم احسنتم لدينا الالوان من اليسار الى اليمين green green اخضر احسنتم yellow 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 يا اصفر احسنتم red احمر blue ازرق احسنتم كل ما علينا هو ان نقوم بتلوين الميزلة باللون الموجود في الاسفل green اخضر سوف اقوم بتلوين هذا الجزء باللون الاخضر yellow اصفر سوف اقوم بتلوين هذا الجزء باللون الاصفر red احمر سوف الون هذا الجزء باللون الاحمر blue ازرق سوف الون هذا الجزء وهو جزء الاخير باللون الازرق نعم سوف تصبح مجلد مزلة جميلة color يعني لون يلون لون يكتب اذا كل ما علينا هو ان نقوم بتلوين الاشياء الموجودة امامنا ثم نقوم بكتابة معاني هذه الكلمات ماذا لدينا في السورة الاولى book book يعني كتاب نستطيع ان نقول it is a book it is a book it is a book او نستطيع ان نقول this is a book this is a book اذا سوف اقرأ من الاعلى الى الاسفل this is a book it is a a ماذا وضعتم اللون بماذا لونتم الكتاب سوف تضعونا اللون ومن ثم الكتاب سوف افترض بانني لونت الكتاب باللون الاخضر سوف يقول it is a green book a green book ننتقل الان الى اللوحة الثانية وهي bed احسنتم bed يعني فراش this is a bed this is a bed بماذا لونتموه سوف اولونوه انا باللون الاصفر ماذا عنكم it is a yellow bed it is a yellow bed part 5 write اكتب what's your name سؤال لك يا صف الثاني what's your name my name is hmm لا اسمك اسألني انا what's your name my name is dad how old are you how old are you كم عمرك um where do you live where do you live i live in اين تعيش part 6 tres and kobe tres علينا بتتبع الاحرف والكلمات بقلم الرصاص تعليمها بشكل جيد kobe نسخها الى جوار بعضها البعض لدينا الحرف i اه اه لدينا الكابيتل لتر والسمول لتر ام لدينا سمول لتر هنا على اليسار والكابيتل لتر على اليمين اوكي اكزامبل مثال ابن تان